الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيت يدعو الأطراف السودانية إلى ضبط النفس وتجنب الجنوح عن النهج السلمي بشأن انتقال السلطة في البلاد بعد أحداث دامية شهدتها الخرطوم أوضت بحياة العشرات من السودانيين بين انصدرنا عن الجامعة العربية دعا كافة الأطراف السودانية إلى أعمال ضبط النفس وتجنب أي تصرفات من شأنها أن تسهم في تأجيج الموقف وتصعيده